وخلي علمون أنا خلي هذه كلمتي أوجهها إلى الأحزاب السياسية خلي تعلم الأحزاب السياسية أنتوا إذا ظليتوا مصرين على هذا البرنامج وعلى هذا المنهج أنتوا راح تخلون بالضبط مثل ما أنت حضرتك تفضلت راح تصير ثورة جامحة لا تبقى ولا تذر وأنتوا راح تدفعون ضريبة مو بس ضريبة أمام شعبكم ولكن حتى راح تلعنكم الأجيال القادمة يعني ولكن إذا أنتوا تصرفتوا بطريقة أخرى شوية تخلوا على المدى القريب أنا أقول خلي أنتوا تخلوا أنتوا 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 من نفسكم قلوا للرئيس الوزراء قلوا له تعال جيب جيب وزراء أكفاء جيب وزراء نزيهين إحنا ما نتدخل إحنا فقط ننسانك إحنا فقط عندنا دور تشريعي ودور راق إحنا نراخبك زين بس أنت تتولى الأمور يعني أنت تتحمل المسؤولية يجب أن يتعاملوا بهذه الطريقة بهذه الطريقة ممكن أن ننهض ببلدنا هذا على المدى القريب على المدى البعيد لا يجب أن نخطط إلى تغيير بعض الفقرات في الدستور هذه قضايا مهمة أنا في تصوري ويجب أن نتحرك عليها على المستوى البعيد إذن تعتقد السيد السوداني بالعقلية التي يدير بها الدولة أو بتفكيرها أو من خلال مقتطفات قد نراها خلال هذه الثلاثة أشهر أنه قد ابتعد كثيرا أو قليلا عن الفكر لقوى الإطار التنسيقي يمتلك رؤية خارج تفكير الإطار شو تقول؟ نعم نعم يعني هذا 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 احتمال وارد يعني أنا تعرف نحن نسمع الآن في وسائل التواصل الاجتماعي لتوصلنا كثير من المعلومات بس أنا ما قدر أنا أبني عليها زي أن أنا الرجل التقيت معه شفت إنسان هو مندفع يعني ويريد أنه يبني البلد ودي يتحرك واتخذ خطوات سفرت الأخيرة إلى ألمانيا اتفاق مع سيمينز كثير من القضايا ده يتخذ حقيقة قضايا يحسب إلها حساب وإن شاء الله ينجح ولكنه أيضا هو المصاعب اللي رح يواجهه مصاعب مو قليلة والسبب أنه موجود ضمن كابينته كثير من الوزراء الفاسدين حتى هذا الوزير الفاسد حتى لو في نهاية الأمر ما رح يسرق زي أن ولكن هذا ما قادر على بناء الوزارة ما قادر لأنه ما يقدر يقدم خدمة للشعب يعني وما اختلفنا عن منهج العشرين سنة نعم الاختلاف الرئيسي في هذه الوزارة أنه رئيس الوزراء هو إنسان عدل وإنسان نزيه وإنسان يريد ينهض بالبلد ولكنه الوزراء زي أن بالنهاية هم أيضا وزراء جاءوا عن طريق المحاصصة يعني ووزراء بهم فاسدين وأيضا وناس غير قادرين على النهوض بالبلد يعني ما بدأ عمم ولكن أقول الكثير من عندهم وهذا طبعا هذا الأمر مخيف يعني وبالتالي إن شاء الله نحن هذه نشوف نشهد أنه خلال ستة أشهر إلى سنة إن شاء الله أنا عندي أمل كبير وإن شاء الله يتحقق هذا الأمر ما أقدر أقول أمل كبير لا أقدر أقول أمل أمل حوالي خمسين بالمئة ومو أكثر من خمسين بالمئة أنه ينجح بس أمل أو احتمال خمسين بالمئة أنه يفشل يعني بس إن شاء الله نحن قلبنا أنه البلد ينجح والبلد أنه يمشي وتمشي هذه الوزارة اشتركوا في القناة